السلام عليكم أعلم بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين التكرار بيعلم الحشاشين لازم نفضل نقول إن هم دول الحشاشين اللي بجد وهذا لا يعني إن إحنا متضيقين أو محروقين أو متغزين أو متنرفزين أو على رأسنا بطحة إطلاقاً نحن نحاول أن نسمي الأسماء بمسمياتها إحنا بنحاول إن إحنا نقر الحقيقة اللي إحنا عايشينها مش التاريخ اللي بيحاولوا يزوروه كلمنا الأسبوع اللي فات عن الصورة دي وقلت لحضرتك هتلاقيها في كل حلقة من آخر كلام لو طلعت ألف مش عارف إيه يعوي ويقول أصل أسامة جويش متدايق من الحشاشين أنا متدايق من الحشاشين بس ده رئيس الحشاشين لو طلعت ألف لجنة إلكترونية تشتم وتقول أصل الحشاشين خلاهم يحسسوا على البطحة اللي على دماغهم تمام فيه بطحة بيحسسوا على دماغهم بس هم دول الحشاشين لو طلعتوا ألف قناة تتكلم عن الربط ما بين الحشاشين والإخوان وحسن الصباح وحسن البنة وكل الكلام الجميل ده تمام اطلعوا اتكلموا بس هم دول الحشاشين انتشرت الصورة عند الناس اثبتت الصورة أن رئيس الحشاشين هو عبدالفتاح السيسي كل يوم بيطلع تريند الحشاشين أو بيطلع الحشاشين تريند وكريم عبدالعزيز تريند بتبص تحت بتلاقي أسيسي رئيس الحشاشين التريند اللي طلع من هنا موجود على تويتر كل يوم بتتكلموا فيه عن المسلسل ده الناس بتفكركم بالصورة دي وبتقول أن الراجل ده هو رئيس الحشاشين فلو ده اللي تم فأنا سعيد اشتموا كل يوم واتكلموا كل يوم وهاتوا سيرتي كل يوم وقولوا ما بدلكوا عن الحزن والزعل والبطحة والغيس كل ده لا يعني أي شيء أمام أن الصورة دي هي اللي تثبتت وهي اللي بثبتها وهي اللي الناس بتتكلم عنها وهو ده رئيس الحشاشين انتجوا مسلسل بملايين وبيطلع برنامج بكام جنيه بيحط لك صورة زي دي بكام جنيه برضو فالناس بتنشرها فبتمسح الملايين اللي انت اشتغلت بها فبداية الحلقة النهاردة عن رئيس الحشاشين اللي طلق النهاردة في يوم عيد الأم عشان يحتفل بالمرأة اللي عمل لها كشوف عذرية في 2011 عشان يحتفل بالمرأة اللي سجنها وقتلها واخفاها قصريا وحرمها من ولادها وحرم ولادها منها النهاردة رئيس الحشاشين طلع في يوم عيد الأم عشان يقول انه هو بيخلي باله من المرأة لان ربنا قال ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن ما قلناش هو هدى عبد المنعم بتعمل ايه في السجن عائشة خيرة الشاطر بتعمل ايه في السجن سلافة مجدي كانت بتعمل ايه في السجن ما كلمناش عن مئات النساء والفتيات اللي موجودين في السجن المختفين قصريا اللي اتهجروا من بيوتهم اللي موجودين في المنافي برا مصر هما دول مش مرأة مصرية هي ديم السيدة مصرية ولا انت عندك السيدة المصرية هو مفهومك عنها اللي الست انتصار بتحبها او الست انتصار بتكلمها او الناس اللي كانوا شبه الست انتصار اللي كانوا قاعدين النهاردة مع كامل الاحترام ليهم يعني مرأة مصرية برضو لها كامل الاحترام بس انت مفهومك ايه كرئيس للحشاشين عن المرأة المصرية ده اللي هنحاول نعرفه النهاردة لكن الحقيقة السيسي النهاردة أو رئيس الحشاشين بدأ بكلام مهم جدا وبدأ برسالة قوية جدا لكل مرأة مصرية أو لكل مرأة مصرية تعالوا نسمع رئيس الحشاشين النهاردة عليه يعني بالموقف الخليجي وبرضا أنا تسألت سؤال يعني من أحد السيدات الفضليات يعني قلت لي أنا خايفة جدا من الواقع اللي حولي من هنا وهنا 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 فأنا رضيت عليها إزامة حردة إزامة حكرارة الوقتي ما عرفش ده قلت لها أنت متخافيش من بره خالص وأنا بقول لكل مصري أنت متخافوش خالص من بره من اللي حولي مننا لأن ربنا موجود قبل كل شيء ونحاول نراعي ربنا في التعامل مع القضايا ديت لكن دايما اللي عين عليه وقاكده وقرره هو الداخل هو الداخل أننا نخلي بالنا وأنا بأكلم الأممات والأباة وكله أنا بأتكلم معكم كثير وما بل أي فرصة لأكلمكم على عشان أسجل الظروف والمواقف عشان ما حدش يقول أنه وقت السمعته وقتش أعرف أو كده المهم ما خلي بالكم من الداخل من نفسكم من أولادكم من الأولاد السوالين لسه ما عرفوش حدا مش ما عرفوش حدا عشان بس السنة هم ما شوفوش التقلوبة اللي احنا مرنا بيها في 2011 من أسبوعين تقريبا قبل رمضان تقريبا قبل رمضان كنت بكلم هنا في نفس المكان ده وقلت لرئيس الحشاشين خلي بالك أنت خسران معركة الجيل الجديد وقلت برضو أن الجيل الجديد الحمد لله بيسمعنا وبيثق فينا وبيتفاعل معنا وقلت لرئيس الحشاشين أنه في مساحة اسمها التيك توك اسمها الديسكورد اسمها تويتش أنت ما تعرفش عنها حدا لجانك الإلكترونية لسه بتكتشفها جديد لكن الحمد لله ربنا وفق وكنا موجودين فيها والناس بتسمعنا حتى مع حذف التيك توك ليه حسابي الأول ودلوقتي الحساب التاني شغالين فيه الناس بتدور وبتشوف فين الراجل ده وبيقول إيه عشان نروح نسمعه النهاردة عبدالفتاح السيسي بدأت التقارير تطلع له ويتقاله من طائفة الحشاشين أو مساعد رئيس الحشاشين ده اللي أحمد عيد عامله في المسلسل لكن عباس كامل في الحقيقة يا فخامة الرئيس إحنا خسرانين الجيل الجديد إحنا لازم نتكلم الأسر والبيوت وأولياء الأمور على الجيل الجديد لأنه مش بيسمعونا كل البروباجندا اللي اشتغلنا عليها السيسي بيقول اللي اشتغل عليها الحشاشين ونظامهم العشر سنين اللي فاتوا الجيل الجديد مش بيسمعها كل البروباجندا والتشويه والتضليل على إنه الراجل ده هو المنقذ وإن الراجل ده مساعد المنقذ وإن الجماعة دول هم الإعلام الوطني المخلص وإن فيه بره ناس وحشين وإن الثورة كانت فوضى وإنه كان فيه خراب وإنه الراجل ده أنقذ البلد من اللي كانت هتشوفه من انهيار الاقتصاد وتدني العملة أمام الدولار وزيادة نسب الفقر والناس تبقى عايزة تهج من البلد هم بقى لهم عشر سنين بيشتغلوا على ده بيحاولوا يقنعوا نفسهم إن هم بينتصروا في معركة الوعي وإن هم قد إيه بيعملوا حاجة عظيمة لكن بيثبت ليهم كل يوم إن الجيل الجديد هم خسرنينه الإثبات الأول كان بعد 7 أكتوبر لما قعدوا عشر سنين يحكوا لهم مصر ملكش دعوة غير بمصر بلدنا مصر أم الدنيا إحنا مستهدفين عشان يطلع جيل مدجن زي اللجان الإلكترونية همه بس يأكل ويشرب ويبص للزعيم القائد والرجال اللي حواليه ففوجئ في 8 أكتوبر إن العيال الصغيرة اللي رئيس الحشاشين تكلم عنها النهاردة بتتكلم عن فلسطين بتقول له غزة بتقول له الحقونة بيغيروا صور البروفايل بيعملوا فيديوهات بيتكلموا عن الصهاينة بيتكلموا عن الإجرام عن الإبادة الجماعية بيقولوا له افتح المعبر بيقولوا له الصهيوني ميتحكم فينا آه هنا بدأ يحس إنه بيخسر المعركة رقم 2 لأن فيه الحمد لله جيل مختلف وخطاب مختلف بيخاطب الأجيال دي فاكتشف هو ورجالته من الحشاشين إن شغل العشر سنين اللي فاتوا مش نافع إن المعركة بيخسرها مع الجيل ده مع جيل الستاشر والسبعتاشر سنة والعشرين سنة اللي بيثقوا في واحد زي أسامة مثلا بيسمعوا كلامه بيتبعوه بيشوفه وبيقول إيه وغير أسامة من نفس الطريقة بنفس الخطاب فعمل إيه في الآخر فطلع النهاردة يكلم أمهات مصر يقول لهم خلي بالكم من ولادكم الخراب بيجي من الداخل المشاكل من الداخل إيه وعولاتكم يتضحك عليهم ليه؟ لأنه عرف إنه خسر المعركة معركة عشر سنين كانت مع جيل معين لكن كان بيطربه وبيطلع جيل تاني أنا بكامل الثقة هو بقولك إن السنة ونص اللي فاته تحديداً هو عرف إنه خسر معركة الجيل الجديد اللي هو الجيل ده كان في خمسة ابتدائي لما هو مسك السلطة الجيل ده النهاردة بيتخرج من الجمعة وهو بقى متأكد تماماً إن الجيل ده لا بيسمعه ولا بيسمع المساعد بتاعه ولا بيسمع الحشية بتاعته لكن بيسمع ناس تانية خالص وده مزعله وده اللي مخليه تارجد حساباتنا وده اللي مخليه يهجم علينا وده اللي بيخليه صلط علينا كلابه من اللجان الإلكترونية بالليل وبالنهار وفي كل وقت لكن تمام لو هي معركة وعي فعلاً ما بيننا وبينك لو هي معركة أجيال فعلا ما بيننا وبينك فيا سيدي فداها حسابات الدنيا كلها فداها أي حاجة بس المهم أن يطلع جيل حقيقي كفرام بيك كفرام بالطائفة بتاعتك من الحشاشين يطلع جيل حقيقي عارف أن أنت مجموعة من الحشاشين الأفقين اللي خربتوا البلد ودمرتوها لليك علاقة بوطنية ولا بأمن قومي ولا بأي حاجة مش لأنه بيسمعني أو بيغيري قلت ألف مرة مش دي قضيتي أصلا المهم أنه بيسمع بيسمع لمين دي مش المشكلة بيتفرج على مين أو بيتابع مين والله ما هي المشكلة لكن النقطة الأساسية أن النهاردة أنت بتعترف بهزمتك للمرة الألف بس المرة دي طعم الهزيمة مختلف لأن أنت نفسك بتروج أنك بتكسب في معركة الوعي فالنهاردة بتقول الأمهات خلي بالكم من ولادكم لأحسن الدنيا تخرب في الداخل فدي كانت أول نقطة